على مدى ثلاثة أيام أحيى التيار الوطني الحر الذكرى الخامسة والثلاثين للربع عشر من أذار 1989 والتاسعة عشرة للربع عشر من أذار 2005 بعشائه التمويلي السنوي ثم بلقاء حواري بين أجيال التيار وصولا إلى المؤتمر العام اليوم الذي توج بكلمة للنائب جبران باسيل وجه فيها ثلاث مناشدات المناشدة الأولى لمفتي الجمهورية وقيادات الطائفة السنية وللسيد حسن نصر الله والرئيس نبيه بري ووليد وتيمو جملاط بألا يفرط بالشراكة المتوازنة والمتناصفة المناشدة الثانية للبطريارك الراعي ليجمع القيادات السياسية المسيحية لأن الوقت ليس للمزايدات والعدائية التي يظهرها البعض فمسار التناحر السياسي يجب أن يتوقف لأن المسى بالثوابت والبالوجود ممنوع أما المناشدة الثالثة فللقوات والكتائب باسم ألاف الشهداء وعلى رأسهم بشير 10452 كم ربع والمرضة والفرنجي وإرث التضحيات من أجل لبنان تعن حط صوى خط أحمر عريض تحت الوجود والشراكة المتناصفة ولبنان الكبير وانبلش من هون ودع باسيل للشراكة انطلاقا من حماية الوجود من ثلاثة أخطار الحرب الداخلية والخارجية والأزمة الاقتصادية والنزوح واللجوء وفقدان الشراكة وفي انتظار الجواب الرئاسة فارغة والجنوب يشتعل وبن يمينة نيهو يكرر إصراره على اقتحام رفح مهما كان الثمن ليحقق نصر نهائيا على حماس على حد تعبيره